السلام عليكم كديري لابس عليكم نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير اليوم ما جيت نشارك معكم واحدة تحلية بالبيسكوي والفلون اللي كتجي زوينا بزاف كما كتعرفوا أن الحابتك يسخن يعني كنحتاجوا غير تحليات وهذا الشي البارد المهم قبل ما نبدو كما دي ما ما ننسوش الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله الله مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ونبدو على بركة الله المكونات كتاخدوا بسكوي اي بسكوي متوفر عندكم انا عندي هذا البسكوي هذا الصراحة كي يجيزوين في تحلياته في الكيكو في كل شيء والتمن دياله مناسب المهم غادي نديرو في الهشوار وغادي نطحنو ما غادي نطحنوها البنت حتى كي تطحن مزيان كي تطحنو غير شوية تبقى زعمدو كل حبيبات ديالو كما تشوفو معايا هذا غادي نضيف واحد مع القضية الزبدة كما تشوفو معايا او للا كنحسب بالبسكوي غير كتقسيه بالدكي ياخد معاك الشكل اللي انتم بغيتو من بعد غادي ناخد واحد الكووس ديال التقديم او للا مول او للي بغيتو انتم غادي ندير فيه ذاك البيسكوي كما تشوفوا معايا غادي ناخد واحد الملعقاء وغادي نحاول ان انا ننقد السطح ديالو او للوجه ذاك البيسكوي لسطح البيسكويت المهمة سوف نقدر كما تشوفو معي انا درت اربع دي الكؤوس و دي كزليفل كما تشوفو معي على هات شكل هذا حتى نقدره مزين هاتش بيش قلت لكم البنات متكتروش الزبدة باش ما يتعجنش لكم هاد البيسكويت البيسكويت مكيبغيش الزبدة يعني غير مع القائلة صغيرة او كبيرة او كبيرة مع مراش غناخد واحد الكاثرونة غنضير فيها مع نصف لتر دي الحليب و غادي نضير فيها واحد الفلون بنكهة الشوكولة ممكن تعودوها باللي بغيتونتو ما باي نكهة غادي نضيف السكر السكر غادي نضيف تقريبا واحد ثلاثة المعالق ولا ربعة كيبقى على حسب الضوق ما تكتروش بزاف كما شوفو معي انا ضفت ثلاثة دي الملاعق يعني كافيين و غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعض غادي نضيرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كي عقد لي الخالط من بعد ما عقد لي الخالط اولا حيتهم فوق النار بقي سخون كنضيف لي واحد القطع دير الشوكولات السوداء و كنخلط الكل مزيان حتى كي يضوب هاداك الشوكولات و حتى كي يدفنيت هاداك الخالط شوية عادي من بعد غادي نضيفه فوق هاداك البيسكويت حتى كي يبردو شوية عادي من بعد غادي ندخلهم لتلاجة حتى كي يبردو شوية حتى كي يبردو شوية مزيان وبعد ما بردت لي التحليه كنزينها على هاتشكل هادا بشوية اللوز و شوية الحبيبة دير الشوكولات و هاد القطع دير الشوكولات من الفق صراحة تزين كي يبقى اختياري اللي متوفر عندكم ممكن انكم تديروه هالتحليه كتجي بارد و كتجي منعيشة كتجي زوينة بززاف صراحة والمضاق ديرها رائع جربوها و رضو عليها و ما تنساوش كي مدين ما تدعموني بلايك و تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و انتلقوا في فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة